محاكاة الموتى. هذا هو منفنا الأخير في الحرة الليلة. هذه خدمة جديدة يقدمها الذكاء الاصطناعي. الخدمة بعشر دولارات فقط. بإمكان الناس أن يتحدثوا مجددا مع أحبابهم من الراحلين باستخدام خيار محاكاة الموتى في مشروع ديسمبر. الذي صممه جيسون رورر. الذي ابتكر شخصيات من الذكاء الاصطناعي يمكنها التحدث إليك مطولا. كما يمكن للشخصيات أن تحاكي أشخاصا بعينهم. استنادا إلى معلومات عنهم أو تسجيلات صوتية لهم. فكيف يساعد هذا الشاتبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. المكلومين الذين فقدوا أحبابهم يساعدهم في التحدث إليهم مرة أخرى. التحدث مع الموتى بات ممكنا ليس عن طريق تخاطب الأرواح. بل عن طريق الذكاء الاصطناعي. فقد استطاع أشخاص استخدام محادثات سجلوها في الماضي مع أحبائهم الراحلين أو استخدام مقاطع صوتية لهم لتحدث معهم لمدة مطولة باستخدام روبوت. ويعود الفضل لذلك لمشروع ديسمبر الذي صممه جيسون رورر في عام 2020 باستخدام نموذج لغة جي بي تي ثري. وابتكر رورر شخصيات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التحدث مطولاً بطريقة غالباً ما يصعب تمييزها عن المحادثة البشرية. ويمكن للمستخدمي إنشاء الروبوت الخاص به كما يمكن تغذية اللعبة بفقرة تمهيدية عن علاقتك بالشخص الذي سيجسده الروبوت وتقديم مقتطف من التسجيل الصوتي لالتقاط الصوت الذي تريد من الروبوت أن يكرره. وفي تقرير لصحيفة وستريت جورنال قال رورر إنه لم يكن ينوي استخدام مشروع ديسمبر كوسيلة للمستخدمين لمعالجة الحزن. ولكن بعد أن نشر مستخدمون تجاربهم المؤثرة مع اللعبة تزايدت حركة المرور على المشروع وأصبحت أكثر ألعابه نجاحاً على الإطلاق. ينضم لنا مولاتي كاليفورنيا الأمريكية أحمد بنافع. أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان هوزي الحكومية في كاليفورنيا. والخبير في مجال الدكال الصناعي. مرحبا بك سيد بنافع. بصراحة الواحد يحتار. من أين يمكن أن نعالج مسألة مثل هذه؟. دعنا قبل أن ندخل في جانبها الأخلاقي. ما الذي سيقدمه الدكال الصناعي لي غير محاكاة الصوت؟ والانطلاق من معلومات يعرفها أو أعرفها. أنا ألا من زودت بها في الواقع عن هذه الشخصية. شؤال مهم جدا. الذكاء الصناعي الذي نتعامل معه الآن. اسمه الذكاء الصناعي التوليدي. هو ما هو الذكاء الصناعي التقليدي. بحيث أنه مجرد يكرر أو يبحث في المعلومات التي تعطيه إياه. ويمثل صورة نمطية بناء عليه. الذكاء الصناعي التوليدي الذي هو جنورتيب أي آي. يختلق ويخلق الشخصية بناء على المعلومات التي أنت تعطيها إياه. مثلا في التقرير تبع والسريت جينرل. من الأشياء التي أنت بدخلها في هذا المشروع مشروع ديسمبر. أنت توصف الشخص هل هو إنسان يعني مؤمن هل هو إنسان مثقف؟ هل هو إنسان بناء على الشيء هذا. لأنه عنده معلومات عن تصرفات الناس بهذه الشخصيات سيبدأ يتقمص هذه الشخصية. فكأن نتكلم الشخص الذي أنت فعلا متوفي أو شخص من العائلة ويودك أن تتكلمه. ما حدودها؟ حدود ذهاب الذكاء الاصطناعي فيها إلى الحد الأقصى؟ في أشياء كثيرة. مثلا نحن الآن نتكلم على البرنامج الذي هو مشروع ديسمبر وهو بناء كان لعبة يعني في عام عشرين عشرين وبعدين تطوروا ولما دخلوا في الذكاء الاصطناعي التوليدي تطور الشيء هذا مثل ما ذكرته في التقرير. الخطوة الثانية هو إنه مثلا الشخصيات التاريخية إحنا لو إحنا دخلنا معلومات عن الشخصيات التاريخية مهمة ممكن أن الطلبة يعني يتحاور معها ممكن يوصفوا أحداث في التاريخ ممكن أن تتكلم مع شخصيات عالمية مشهورة بناء على الشخصيات تحصل على أجوبة ممكن أن تحصلها في الكتب لأن هذه تبنت على المعلومات التي بيعطيها فالحدود هذه الفكرة كان يناقشها معي أحد الزملاء الآن في أثناء التقرير أنه قد تكون مشروعا حتى مربحا تجاريا لكن يبقى الجانب الأخلاقي فيها هل يحق لي أن أستخدم أينشتاين على سبيل المثال أن أطلب من الذكاء الاصطناعي أن يتقمص شخصيته وأن يبدأ في إعطاء أجوبة ليس فقط للجانب العلمي وإنما مثلا لغرض بحثي يريد أن نستكشف جوانب أخرى من هذه الشخصية ما حجم الدقة في ذلك تلك الإجابات التوليدية أو المختلقة من قبل الذكاء الاصطناعي كي تفيدني الشخصيات المعروفة عادة يكون فيها نوع من حقوق الملكية في بعض الشخصيات لا يمكن تستخدمها وهذا كان مصدر مشاكل هنا في كاليفورنيا أو في أمريكا بأنه يستخدم أصوات ممثلين توفوا بحيث أنهم يظلوا في الأفلام فلازم يدفعوا لهم مثلا مبلغ مقابل الشيء هذا فحينا هندخل الآن في المجال مثل ما ذكرت يا أخي محمد أنه مش مجرد أنه أموال أو نوع من قيمة الصوت بقدر ما هو العائلة نفسها كم فرد في العائلة فعلا بيكون بيوافق على أنك أنت تقوم بالشيء هذا ولا أنه مثلا المتوفي هذا يفضل على اتصال بالشخص هذا ويتكلم معه ويأخذ ويدي معه إضافة إلى أنه دقة المعلومات يعني الذكاء التوليدي يعتمد على المعلومات يعتمد على الوصف اللي أنت بتعطيه فإذا أخطأت في شيء فهيتصرف بناءًا على الخطأ هذا ممكن هذا يكله تأثيرات نفسية كبيرة يعني بكلمة بجواب بشيء أنت ما تتوقعه خاصة بعد ما تقول لك فترة وإنت تتعامل مع الشخصية هذه فتحس أنك نفس الشخص تتعامل معه فممكن يقول له يعني ارتدادات مش كويسة بالطريقة هذه هل من الممكن أن الذكاء الاصطناعي الآن خاصة التطبيقات التي تقول صراحة بأنها تتتبع الأنشطة والفعاليات ربما تستخدم المايكروفون تستخدم الكاميرا الكوكيز وكل أدلة التصفح لديناك مستخدمين هل يمكن أن تقدم نسخا عنا لآخرين أحيانا أو مواطن ممكن جدا أضرب لك مثل بسيط يعني كثير من التجارب التي تقوم فيها الجهات العسكرية يعني بيعمل محاكاة للشخصيات معينة على أساس يشوف كيف يتفكر الشخصيات هذه حتى يتخذ نوع من الخطوات ضدهم مثلا هذه الشخص صفة وكذا 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 أو مثلا مراقبة الأشخاص يعني الأشياء القديمة البحث القديم هو أنك أنت تجد شخص يكون عنده نوع من العقلية بحيث أنه يتنبأ بتصرف الشخص هذا لأنه لا تحتاج لشيء هذا أنت كل تعمل وإنت استخدم برامج متقدمة زي هذه بحيث أن أنت تخلق الشخصية هذه وتشوف تصرفاته فهذه ستحل المشكلة على أن تتنبأ بتصرفات الأشخاص من الجانب النفسي وأعلم أي درجة بإمكان هذا أن يسبب أزمات نفسية واجتماعية وأن يضعف أيضا من الجانب الإنساني العاطف الإنساني لدى المستخدم لأنه إذا كان يشعر أن هذا الشخص وهو الآن على قيد الحياة إن توفي فأنا بإمكاني أن نستمر في مواصلة الحديث معه فقد تختفي الكثير من معالم الارتباط والمعالم الإنسانية في التعامل ما بين الناس نقطة مهمة حتى تعريف الموت سينتهي ونحكم بعملية انقطع كامل بالصورة هذه وهذه من الأشياء التي ذكرت في التقرير في الولد سريت جونة الشخص الذي أسس البرنامج هذا تعلقه بأمه وكان بشكل كبير فهو ينظر على حاجة يسمونه second chance فرصة أخرى على أنه يتحدث مع أمه بأشياء ما كان يقدر يتحدث فيها لأنه كان مشغول وكان عنده كان عنده ارتباطات فضيع الوقت عليها فهذه ممكن تحل المشكلة بحيث أنك أنت تعمل عملية اللي هي الإقلاق يعني أنت توصل كلام أنت كنفسك أنك توصل للشخص هذا لكن تجي المشكلة في مثلا في فيلم اسمه هر ه اي ار اللي هو فيه نوع من التعلق الشخص قبل الذكاء الاصطناعي وكان يحدثنا وكأنه اليوم معنا صحيح فأنت المشهورة سكارلت على أنه يعني أصبح الآن أصبح يثق أو يتخيل على أنه هذا شخص أمامه هذا ممكن يعمل انتكاسات كبيرة لنفس لما يفقدوا اتصالهم بالواقع أنه لا أنا يعني الآن عندي مشكلة بأكلم الشخص هذا بحاول أجد منه إضافة لنقطة أخرى يا أخ محمد أنت تشوف في الأفلام الخيال العلمي يجبوا مثلا الشبح لشخصية توفت مثلا في ستار وورس تعطي نصيحة سكاي ووكر أنك أخذ هذه الصورة وهم توفوا من زمان فالفكرة موجودة من زمان الآن في تطبيق نجد عشر دولار وإنت ممكن تحصل عليه هل هناك نسبة معينة من الثقة يمكن أن تعطيها لشيء من هذا القبيل أداة مثل هذه كنسبة يعتمد على الاحتياج فأحيانا الإنسان يخدع نفسه على أنه أنا أثق بالشيء هذا لأنه أنا أعرف مثلا الشخص المتوفي والتصرفات هذه تنعكس بعد تصرفاته وأنا اللي زودتهم بهذه المعلومات وفي أشخاص كثيرة تقول لك أنا أريد عدي المرحلة هذه على أن الحزن والعزاء انتهى يعني زي ما يقول نتحول للنقطة الثانية فهنا الخطوط الاتصال واقتراب من الشخصية هذه تخلي ثقة الشخص بهذا بشكل كبير ممكن ما يسمع نصايح إلا من الشخصية هذه مقارنة بشخص حي يحاول ينصح أنه يتصرف بطريقة أخرى هل تعتقد أن سنرى مزيد من الأدوات على هذه الشاكلة دون أن يوجد هناك أي سقف من الأسقف التي تناقش هذا السؤال الأخلاقي ما دام الآن ميدان ومدمار السباق فالكل يتسابق دون حيود كلام سليم وكلام صحيح فالقيود غير موجودة والسقف غير موجود هذه واحدة من الأمور التي تتجنب تتكلفي خصوصا إذا عند وفاة قريبة حصلت فالآن الخطوة الثانية ما هي الخطوة الثانية هذا السببب على أن كثير من المؤسسات الغير ربحية والحكومات والجمعيات وتنظر على أن الذكاء الاصطناعي أصبح مثل الجن هذا الذي خرج من القرور كيف نتعامل معه أو القطار الذي ترك غادر المحطة وماشي بسرعة كبيرة وما في فرامل كيف نتعامل معه هذا هو الخط الأحمر لا يمكن تتجاوز ولازم يكون في حقوبات للشركات الشركات يا أخو محمد لن تتوقف من متجاد زي هذه عمليا لا حدود لكل ما يمكن أن يصل إليه هل تعتقد أنه هناك حاجة إلى آلية الضبط في الآن قبل أن تتبحر كل جهة وكل مستثمر في الأداة التي يريد الوصول إليها مطلوبة يعني عملية الضبط مطلوبة الحكومة مطلوبة أنها تتدخل بخوانين يكون في عقوبات الشركات المفروض أنها يكون عندها نوع من الضبط الداخلي وهذا صعب نوعا ما إضافة إلى الطرف الثالث من المعادلة اللي هو الجمعيات المدنية اللي هي بتحافظ على حقوق المواطنين أو المستخدمين هذولا كلهم الثلاث أطراف هذولا يعني يكون بينهم منطقة مشتركة بحيث أنه لو خرجت للشركات عن الحد المطلوب ذلك يكون فيها العقاب من الحكومات هذا المطلوب أشكرك أستاذ الهندسة وأمن مع الشبكات في جامعة سانهوزي أحمد باناف شكرا لك